الكل يعرف بأن لا تعبر في العربية عن النفي أو الرفض أو عدم موافقة لشيء ما وتقابلها في الفرنسية وهكذا يتم الرفض في الفرنسية على سبيل المثال يريد أحد يقول لك تريد بعض القهوة بالفرنسية ستكون مثلا تجيب أنت عندما لا تريد القهوة ستقول لا شكرا لا شكرا نعم بالفرنسية ستقول يعني هنا عبرت عن عدم رغبتك في شرب القهوة ورفضت العرض الذي قدمه لك سأقدم باقي الأدوات التي تقوم بالنفي في الفرنسية هناك أكدا لا شيء تقابلها في الفرنسية أعطي مثالا على ذلك مثلا يسألك أحدهم ماذا تفعل الآن تقابلها في الفرنسية ستجيب أنت بالرفض يعني لا تفعل شيئا ستقول أنا لا أفعل شيئا بالفرنسية هناك أيضا ليس بعد ويتعبر عن النفي كذلك بالفرنسية ستقول بالفرنسية ستقول بالفرنسية ستقول بكل بساطة لا ليس بعد هناك أيضا لا أحد وهي أداة النفي كذلك وتعبر بالفرنسية Person Person ليس هنا بمعنى شخص ولكن تعني لا أحد سوف أعطي مثالا على ذلك على سبيل المثال أحدهم يسألكم هل يتحدث أحد هنا العربية بالفرنسية سيقول est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en arabe ici ستجيب مثلا أنت لا أحد هنا يتحدث الأرابية بالفرنسية لم يعد كذلك يأدت من أداوات النفي في العربية وبالفرنسية سأعطي مثالا على ذلك تقول لأحدهم لم تعود بحاجة إلى القرض بالفرنسية vous n'avez plus besoin du prêt vous n'avez plus besoin du prêt vous n'avez plus besoin du prêt كذلك هناك أبدا أو قط وهي كذلك أدوات النفي بالفرنسية jamais 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 أعطي مثالا أحدهم يسألك هل سافرت إلى الصين بالفرنسية سيقول tu ya voyagi alachin tu ya voyagi alachin tu ya voyagi alachin ستجيبه أبدا يعني بالفرنسية jamais jamais هناك أيضا لا لكن بمعنى آخر ليس non بل ne pas ne pas ويلي نفي العديد والعديد من الأفعال في اللغة الفرنسية أعطي على سبيل المثال ثلاث أمثلة المثال الأول لست موافق يعني بالفرنسية ستقول je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord أعطي مثال ثاني لا أعرف بالفرنسية ستقول je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas لكن نستعملوك بكاترة في الفرنسية بالفرنسية نبا 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 أعطي أمثلة على ذلك ثلاث قول لا أستطيع أن نوم بالفرنسية كما يبدو لكم أننا نحتفظ بالجدر وهو ونضيف الفعل الذي لا يمكن أن نفعله مثلا أريد أن أقول لا يمكن أن أكل سأقول ونستطيع أن أمع ونستطيع أن يكون في المصدر كذلك ونستطيع أن أخرج وهكذا يمكننا تكوين الجملة نحتفظ دائما ب ونضيف الفعل الثاني الذي هو يكون في المصدر كما بينا سابقا يكون في المصدر وهناك أيضا أداة لا يجب وهي مستعملة بكثرة في الفرنسية أعطي أمثلة على ذلك على سبيل المثال أريد القول لا يجب أن أكذب بالفرنسية أريد القول لا يجب أن أكذب أتضح لكم أننا طبقنا نفس القاعدة التي طبقنا على سوف تبقى نفس القاعدة التي قلنا في السابق إلى هنا أكون قد أتممت الموضوع لهذه المرة أرجو أن تكونوا قد استفدتم معي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعوم الفائدة وكذلك إذا كان لديكم أي اقتراح أو تساؤل يمكنكم طرحه في التعليقات وإلى موضوع اللاحق أترككم في أمان الله إلى اللقاء